بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إمام المرسلين مرحبا بكل من إلتحق بقناة أم عبد الرحمن رح نتقسم عكم الفرض الثالث المدة الإنجليزية لدارها الإبن التاعي الصباح اليوم نبدأ على بركة الله My friend Yanis lives in Bumardass He is a pupil at middle at Movedi Zakaria Middle School Every day he gets up at half past six He takes breakfast at seven o'clock He goes to school at half past seven After school he watches TV He likes cartoons and football matches His favorite hobby is reading In the evening he does his homework And then he goes to bed at nine o'clock صديقي Yanis يعيش في مدينة Bumardass وهو تلميذ في متوسطة Movedi Zakaria كل يوم يستيقظ على الساعة السادسة أو النصف ويأخذ فطورها على الساعة السابعة ثم يذهب إلى المدرسة على الساعة السابعة أو النصف بعد المدرسة يتفرج إلى التلفزة وهو يحب أن يتفرج إلى لصنة حركة ومباريات كرة القدم His favorite hobby يعني هوايته هي قراءة وفي المساء يدير الواجبات التوعى ويروح يرود على التساعة الآن نروح لكي سوني مقوآن Read the message above and complete this table نقرأ النص ونكمل هذا الجدول عندي جوج خانات activity وtime ونلجيت time ندير activity ونلجيت activity ندير الوقت التاع عندي gets up 7 o'clock after school وgoes to bed عندي نمغو 2 I read again then I answer the following questions Where does Yannis leave? وين يعيش يولس? When does he do his homework? متى يقوم بيفولو ذي واجباته? Does he like cartoons? يعني هو يحب رسم المتحركة طبعا الإجابة رها في الناس نروح للتكيستون I copy the correct word نقول الكلمة الصحيحة gets up, wakes up, goes up, stays up, goes to bed, watches, sleeps, takes gets up هي يستيقظ وgoes to bed هي يذهب لينا wakes up هي يستيقظ, goes up يذهب, stays up يبقى watches يتفرج sleeps ينام والأخيرة takes يأخذ نروح للتكيستون I order the words to get correct sentences يعني رح نرتب الجمل time you get up what do have I at lunch midday كين علامة استفهام وكين النقطة نيمغو طوى داوز يونس وان تيفي واتش وعندي علامة الاستفهام الرتب الجمل رح ميش مرتبعة الرتبعة رح أمانكم باش يسنلكم باش ترتبوها رح نظن رحة واضحة طبعا كل الأسئلة وكل التمارين داهم التنميذ قلناها في فصل ثاني I choose correct verb form أختار الفعل الصحيح عندي I like, likes, cats عندي my mother prefer, prefers, dogs الجملة الثانية الجملة الثالثة she have وبين has she have وبين she has dog she have وبين has dog ورها الإجابة الصحيحة وآخر الجملة عندي it is وبين it am big and brown it is وبين am big and brown نختار الفعل الصحيح طبعا احنا قرينا التصريف معليه التلميذ إلا أنه ينجز التمارين I make the words with the correct sound أربط بين الصوت والكلمة عندي likes, horses, cats, friends وعندي s, z, is likes, horses, cats, friends طبعا لعني دارا فيديو لهذه الأصوات اللي مش فهم لها ممكن يرجع له وعندي الأصوات عندي s و z و is هذا حتى توصل للترمينال هو يديروه لك بالنسبة للبخوديكشون يخيط يعني نكمل هذو الوضعية و نكمل هب بروتين تعي هذو الوضعية السيطانس عندي جيتس اب سيفن اوكلاك عندي هي تيكس بريكفست افتر سكول هي واتس تيفي اتناين اوكلاك جوز تو بات الجدول طبعا ينقله من النص كل المعلومات هره موجودة في النص روح نميرو دو يانيس ليفز ان بومردس in the evening he does his homework yes he likes بنسبة نميرو 3 جيتس اب وكس اب يستيقظ جوز تو بات سليبس يانام بنسبة للجمل what time do you get up I have lunch at midday when does Eunice watch tv بنسبة للأفعال الصحيحة I like my mother prefers she has she has a dog it is big and brown روح لتبنيتا على الأصوات likes horse horses cats friends طبعا هذا الجدول كما سبق قلتاني دارت لها فيديو خاص به اللي موش متمكن منه ممكن يرجع ليه الان روح الوضعية الإدمجية every day I get up at 7 o'clock I wash my face and get dressed at half past seven at half past seven I take my breakfast I go to school at quarter to eight quarter to eight at midday I have my lunch after school I watch tv in the evening I do my homework I go to bed at about half past nine كان هذا هو الفيديو لنهار اليوم ما بقى لي إلي أني نسمع لكم التوفيق أستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه وإلى لقاء في فيديو أخر بإذن الله تعالى